بعدما كان النظام السوري يمنع تدريس اللغة الكردية وحتى التكلم بها في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة افتتحت أول حظانة تعلم الأطفال اللغة الكردية بشكل علني ففي هذه الحظانة يتعلم الأطفال خط الأحرف والرسم والأغاني باللغة الكردية أرسلني والدي إلى هنا كي أتعلم اللغة الكردية وأيضا الرسم والأغاني وأنا فرحة جدا ويقول القائمون على هذه المدرسة أن أحد الأهداف من هذه المدارس تقليص الحساسيات بين الأعراق المختلفة وخاصة بين الكرد والعرب وتعريف الآخرين باللغة والثقافة الكردية المنطقة الأكثرية كانوا شوي الأكراد مثلا أنه اللغة الكردية كانت مبوضة عدنا شوي لما درست اللغة الكردية حسنا أنه صارت في روح من التعاون روح من المساواة بالمنطقة حتى نفهم المنطقة بشكل كامل أنه ما في حساسية بيننا نحن بالنهاية نمثل مكون واحد يعني لما نسأل بعضنا إذا كنا بالحقيقة وكذا على أساس أنت مسلم أو كافر ومو على أساس أنت كردي أو مسيحي أو عربي كفكرة قلت لك أتوقع رح تقضي على موضوع الحساسية وعلى موضوع العنصرية من المعروف أن الأطفال يتمتعون بقدرات خاصة وأن عقولهم قادرة على استيعاب كم كبير من المعلومات والمصطلحات اللغوية الجديدة لذلك فإن مدارس الحسكة انتهزت هذه الفرصة لتدريس الأطفال لغتهم الأم بعد أن كانت اللغة العربية هي الخيار الوحيد المتاح أمامهم بصراحة قبل هذه الأحداث كانوا يمنعون تدريس اللغة الكردية أما الآن عندما ندرس الأطفال بلغتهم الأم ينتبون الشعور بالفرح والفخر والأطفال يستوعبون بسرعة لأنهم قبل هذه الأحداث كان استيعابهم صعبا جدا لأن المناهج كانت تدرس باللغة العربية فقط أما الآن هم يستوعبون بسرعة وهذا شيء رائع تعلم اللغات ومشاركة الثقافات أمر حضاري ويسهم في تعزيز روح التأخي والتعايش السلمي بين أبناء ومكونات الشعب الواحد ويدفع البلاد للنهوض إلى مستقبل أرقى وأفضل ترجمة نانسي قنقر